لم يتبقى سوى أقل من ربع المساحة لتكون محافظة الجوف بالكامل تحت سيطرة الجيش الوطني معارك اللحظة الفاصلة التي خاضها الجيش في مواجهة الميليشيا بمحافظة الجوف استمرت قرابة نصف شهر حققا من خلالها الكثير في عملية عسكرية توازت مع عمليات عسكرية في محافظات أخرى تمثلت هذه العملية في ثلاثة محاور المحور الشمالي من منطقة الأجاشر بالقرب من منفذ البوقع والذي من خلاله تمكن من تحرير الخط الدولي أما المحور الثاني فقد كان من الجهة الشرقية حيث تقدمت وحدات عسكرية من الصحراء وصولا إلى اليتمع ليأتي بعد ذلك المحور الثالث والمتمثل في السيطرة على جبهة المهاشمة حيث تحركت قوات عسكرية من الجهة الجنوبية واستطاعت الوصول إليها وتحريرها بشكل كامل تقع منطقة اليتمع في قلب مديرية خبو الشعف وهي المركز الحيوي لهذه المديرية وبالإضافة إلى كونها تقع على الخط الدولي فهي تمثل أيضا الرابط بين منفذ البوقع ومحافظة الجوف وتقع منطقة اليتمع بالقرب من منطقة المهاشمة التي حررها الجيش الوطني بشكل كامل ليبقى على مقربة من سوق الثالوث الذي يبعد عن جبهة العقبة المطلة على مركز المحافظة بنحو خمسة كيلو مترات فقط والتي تكمن أهميته الاستراتيجية في كونه يربط أكثر من جبهة للميليشيا وبالسيطرة عليه تكون قوات الجيش الوطني قد أحكمت السيطرة على خبو الشعف بشكل كامل والبدء بمعركة جبهة جبال العقبة المطلة على مدينة الحزم مركز المحافظة بعد تحرير منطقتين المهاشمة واليتمة يبدو أن الجيش الوطني سيتحرك باتجاه وادي خب وهو ما يعني أن العملية العسكرية تدخل مرحلة جديدة وهي الانتقال من الصحراء إلى الجبل